تقل إلى المرحلة الثالثة مرحلة درب عقلك وتعلم أهلا بكم أعزائنا من جديد نتابع مع المسابقتنا الجميلة والمفيدة مسابقة أوان الصلاة والآن وصلنا إلى المرحلة الثالثة ولها 30 درجة مع نشاط البطاقة المخفية وفيه سأعرض على فريق الأول فريق الأقوية ثلاث بطاقات كتب على كل منهما سؤال وستختارون أنتم رقم البطاقة لأطرح عليكم سؤالها جاهزون؟ نعم جاهزون لنبدأ أي بطاقة تختارون؟ رقم واحد رقم واحد حسناً السؤال يقول حكم من مسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين في الوضوء فيكون وضوءه ما هو الجواب؟ حكم من مسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين في الوضوء فيكون وضوءه ما هو الجواب؟ تفضل يكون وضوءه غير صحيح يكون وضوءه غير صحيح أحسنت إجابة صحيحة حكم من مسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين في الوضوء يكون وضوءه غير صحيح والآن اختاروا بطاقة أخرى حسن البطاقة رقم 2 حسن البطاقة رقم 2 والسؤال يقول التخدير يبطل الوضوء نعم أو لا نعم يا أسا التخدير يبطل الوضوء إجابة أخيرة نعم أحسنتم إجابة صحيحة نعم التخدير يبطل الوضوء والآن البطاقة الأخيرة والسؤال يقول التسمية في أول الوضوء هل هي من سنن الوضوء أم من واجبات الوضوء؟ ما هو الجواب؟ التسمية في أول الوضوء هل هي من سنن الوضوء أم من واجبات الوضوء؟ نريد إجابة صحيحة فكروا جيدا تفضل وعطيني جواب سنة يا أستاذ سنة التسمية من سنن الوضوء نعم متأكد نعم أحسنتم إجابة صحيحة التسمية في أول الوضوء من سنن الوضوء لنتقل الآن للفريق الثاني فريق الأذكيام اختر العدد جاهزون؟ نعم جاهزون حسناً السؤال يقول العدد الواجب في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا ما هو الجواب؟ العدد الواجب في غسل الوضوء مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا مرة 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 إجابة خيرة؟ إجابة خيرة أحسنتم والسؤال الثاني يقول أكمل العدد في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا 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 أحسنتم إجابة صحيحة السؤال الثالث يقول نمسح الرأس مرة مرتين ثلاثا فكروا جيدا تفضل ما هو الجواب؟ مرة نمسح الرأس مرة أحسنتم إجابة صحيحة